كان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري قد أكد انتظام سير العملية الانتخابية والعمل في لجان الاقتراع الفرعية والمنتشر في عموم المحافظات في اليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية هذا وقال المستشار أحمد بنداري أن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أي عقبات أو معوقات وأن غرفة عملية الهيئة الوطنية للانتخابات فلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم